لمسلم عن ثوبانا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض في رواية أبي داود إن الله زوالي الأرض أو قال إن ربي زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ورواه البرطني في صحيحه الذي هو المسند وزاد وإنما أخاه على أمتي الأئمة المضلين إنما آدات حصر ماذا تعمل فهي تفيد الحصر وإثبات الحكم الذي بعدها ونفيه عما سواه دفعة واشدة إنما آدات حصر والحصر نوعا حقيقي فقول الله عز وجل إنما الله إله واشد فليس هناك إله معبود بحق إنه عز وجل وأما الحصر الإضافي فكما هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخاف على أمته ممن؟ من الأئمة المضلين مع أنه خاف على أمته من أشياء أخرى فدل على أن هذا الحصر حصر إضافي إنما أخاف على أمتي أي الأمة هنا مع ذكر الدليل فالأمة هنا هي أمة الاتباع أو أمة الإجابة وذلك لأن هذا الحديث هو امتداد للحديث السابق والحديث السابق يتحدث عن أي الأمتين عن أمة الإجابة فالحديث ما زال موصولا عن أمة الإجابة ثم منظر إلى روعة الترابط بين هذه الرواية والرواية السابق لماذا لأمة المضلون؟ لأن بهؤلاء لأمة المضلين تحصل الفتنة ويحصل ماذا؟ يحصل أن يهلك بعض الأمة بعضها الآخر وأن يسبي بعض الأمة بعضها الآخر ومن ثم فإن من شاء الفتن من الأمة ولو نظر المسلم إلى التاريخ الإسلامي لوجد أنه في عهد عثمان رضي الله عنه ما نبع في الفتنة إلا من أمة مضلين هنا قال لا إمة هل هنا؟ ماذا تفيد؟ تفيد العموم أين التليل على أن أعفاد العموم هنا؟ ما بعدها؟ المضلين إنما أخاف على أمة ألا إمة المضلين فلو قال إنما أخاف على أمة ألا إمة لن صرف الدين إلى جميع ألا إمة فلما قيد دل على أن هناك أمة آخرين القيد هنا بيّن أن أل تفيد العموم ووصفه عليه الصلاة والسلام لألا إما بأنهم مضلون يدل على أن هناك أمة مصلحين قال عز وجل وَجَعَلْنَاهُمَ إِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَعُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وأما الدل على أن هناك أمة ضلال فقول الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر وقال عز وجل عن شزب فرعون وَجَعَلْنَاهُمَ إِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُوا قوله عليه الصلاة والسلام وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ من أُمَّةِ بِالْمُشْرِكِينَ المراد من الساعة هنا هي الساعة الكبرى وهذا علم من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم وخبر من أخباره فلا تقوم الساعة حتى يلحق هذا الحي بالمشركين والحي هنا هل المراد منه حي واحد أم أن المراد منه جنس الحي فيكون شاملا لأكثر من حي واحد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحتمل هذا ويحتمل هذا مع أنه رجح الأول وهو أنه جنس الأحياء يعني جنس الحي وقال لو قيل إن المراد حي واحد فإن هذا الحي الواحد له أثر كبير في الأمة فبلسوقه بالمشركين يكون هناك ضرر واضح على الأمة وهذا الاجتماع المقبول لو لم ترد رواية عند أبي داود تؤكد أن المقصود هو الأمر الأول وهو أنه جنس الأحياء كعند أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّةِ بِالْمُشْرِكِينَ وَقَبَائِلُ هُنَا فَسَّرَتْ الْحَيُ وأن المقصود من هذا الحي هو الجنس وقوله عليه الصلاة والسلام يلحق اللحوق هنا يشتمل أن يكون لحوقا شستية بمعنى أن بعض الأحياء تذهب وتساكن وتعاشر المشركين ويشتمل أن يكون هذا اللحوق لحوقا معنوية بمعنى أنها لا تلتشق بالمشركين شسا وإنما تلتشق بهم معنا في أفعالهم وعباداتهم وتصرفاتهم ويحتمل أن يكون المقصود المعنيين كليهما وهذا هو الأظهر لأن اللحوق هنا لم يقيت وإنما أطلق فدل على أن المقصود هو احتمال الأمرين وقوله عليه الصلاة والسلام من أمة الأمة هنا المقصود منها هي أمة الإجابة لأن أمة الدعوة فيها مشركون والمشرك لو لحق بالمشركين فقد لحق بإخوانه فدل على أن المراد من الأمة هنا هي أمة الإجابة ثم قال عليه الصلاة والسلام وحتى تعبد في آم من أمة الأوثان هنا عقفت هذه الجملة على الجملة السابقة من باب عقف الخاص على العام لأن اللحوق يحتمل أن لا يكون في عبادة الأوثان وإنما في غير ذلك ويحتمل أن يكون في عبادة الأوثان وفي غيرها لكن جاءت الجملة الثانية تخصص أحياء آخرين يكون مآلهم إلى ماذا؟ إلى أن يعبدوا الأوثان ومن عبد الأوثان ألم يلتحق بالمشركين؟ بلى التحق بهم فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام ويكون المعنى ولا تقوم الساعة حتى تعبد في آم من أمة الأوثان لأنما قبل الجملة الأولى ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وهنا عقفت ويأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه في الحكم كم لو قلت جاء زيد وعمر فإنهما يشتركان في الحكم ما هو الحكم؟ المجي وحتى تعبد فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره هذا على رأي الكفيين أما على رأي البصريين فإن الناصب للفعل المضارع أن المضمرة وجوبا بعد حتى وحتى تعبد فئام الفئام في الجماعة فتكون عبادة الأوثان جاء الحديث مصرحا بأن هناك جماعات من الأمة ستعبد الأوثان ومما يؤكد هذا ما جاء في رواية أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان والمقصود من الأمة هي الأمة كما سبق معنا وهي أمة الإجابة وإذا عبدت الأوثان من دون الله ألا يختل ركم شهادة أن لا إله إلا الله؟ فلا يختل فأين اختلال شهادة أن محمد رسول الله؟ الجملة التي تليها الجملة التي تليها وإنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين إذن وجود مدعي النبوة فيه إخلال بماذا؟ بشهادة أن محمد رسول الله وإذا اختل هذا الركم المبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن الخال لا سيسر على بقية أركان الإسلام فلو صلى وصام وزكى وحجى واختل هذا الركم فإنه لا فائدة من هذه العبادات ولذا قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله كفروا بالله وبرسوله كفروا بالله هذا يخص شهادة أن لا إله إلا الله وبرسوله يخص شهادة أن محمد رسول الله وإنه سيكون فعل مضارع مرضوه على ما ترفعه الضمة الضائرة على آخره لكن ما الذي أدراك بأنه فعل مضارع دخلت عليه السين والسين إذا أعرضناها ماذا نعربها حرف استقبال فدخلت السين هنا أنا مقصودي مولعها فقط مقصودي بأن حكم فالسين حرف استقبال فيكون دخول السين على الفعل المضارع الذي في أصل الفعل المضارع أنه للحاضر فإذا دخلت عليه السين حولته من الحاضر إلى المستقبل ففيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد في المستقبل من يد دعي النبوة ثم قال عليه الصلاة والسلام كلهم من باب التوكيد كل هؤلاء يجعم أنه نبي يجعم يعني يد دعي ومن زعم شيئا فإنه يجعمه من تلقاء نفسه كلهم يجعم أنه نبي ثم قال عليه الصلاة والسلام بينا الحقيقة قال وأنا خاتم النبي خاتم يكون مفتش التاوب كسرها خاتم أو خاتم وقد جاء القرآن بالتنصيص على أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين قال عز وجل ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والعجب أن من ادعى النبوة من هؤلاء كالمختار العجب أنه يؤمن بالقرآن ومع ذلك يجعم أنه نبي وفي القرآن ما يدحض حجته وهو ما ذكر في هذه الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فهذا يدل على أن الإنسان إذا افتعد عن الشرع فاضطربت به الأقوال وظل وأضل ثم قال عليكم الصلاة والسلام من باب التأكيد قال هذا التأكيد لأنه إذا كان خاتم النبيين فيفهم من ذلك أنه لا نبي بعده فلماذا جاءت هذه الجملة أليست جملة وأنا خاتم النبيين كارية كارية لكن جاءت هذه الجملة فقال لا نبي بعد جملة لا نبي بعد هذه تسمى عند البلاغيين بماذا تسمى إطنابا الإطناب أن يزاد في الكلام على المعنى المقصود فإن كان لغير غرض سمي حشوا وعبثة ولغوة وإن كان لغرض سمي إطنابا وهذا هو الإطناب إذا ما الغرض من هذا الإطناب مع أن جملة أنا خاتم النبيين كافية ما الغرض التأكيد على أنه عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خاذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ولا تزال طائفة الطائفة هي المجموعة منها النفس وقال من أمتي الأمة هنا هي أمة الإجابة أخبر عليها الصلاة والسلام بأن هذه الطائفة لها مزايا إن مزاياها أنها على الحق ثانيا أنها منصورة ثالثا لا يصيبها ضرر ولا ضيص لا في من خذلها من من ينتسب إلى أمة الإجابة ولا إلى من خالفها منهم أو من غيرهم وأخبر رابعا وأخبر بأن هذه الصفات باقية لهم إلى أن يأتي أمر الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر